وما في شك أن كل حاكم مهما كان لديه بطانة لديه ناس يستشيرهم ويأخذ بآرائهم قد يكونوا من المدنيين وقد يكونوا من العسكريين ولكن هؤلاء لا يحلون ولا يعقدون يعني هم يشيرون وهو فيما بعد الحاكم يأخذ برأيهم وأحيانا تتم العملية على مبدأ أستشير من أريد فيما أريد وأخذ من قوله بما أريد فتعود للحاكم هو يعني يستشيرهم هذا شيء جيد أن يكون لديه مستشارون يعني لا يكون رأيه فرديا لكن هل هؤلاء يعدون أهل حل وعقد أنا أعتقد لا يعدون أهل حل وعقد أنتم سيدي معناها تميزون بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري قطعا يجب أن يكون هذا التمييز نحن حين نقول لأنه عندنا قضية لما نقول أنه فلان حين نقول أنه السلطة للأمة يعني الأمة هي مصدر السلطة الأمة هي التي تمنح شخصا ما حقية إدارة الشعر العام الأمة هي التي تمنح طيب الأمة كيف منحت فهمنا الممنوح السلطة معروف فلان وفلان وفلان أو المجلس الفلاني أو فهمنا طيب من الذي منح السلطة الأمة طيب كيف منحت الأمة اجتمعت الأمة لا بد الأمة تختار ممثلين عنها وهؤلاء الممثلون يمنحون السلطة وينزعونها ويمارسون الرقابة والمسائلة وربما التفتيش في بعض الأحيان عندهم سلطة ممنوحة من الأمة ليختاروا من يقوم بالدور التنفيذي فهذه كانت الحقيقة من المشكلات الكبرى أن مصطلح أهل الشورى ومصطلح أهل الحل والعقد يتحدث عنه علماء السياسة الشرعية وعلماء نظم الحكم في الإسلام يتحدثون عنها لكن ما لهم وجود ملموس لم يتبلور شكلهم بشكله لأنه ما كان في مؤسسة سيدي لكن الموضوع المجلس الاستشاري للأمانة هذا يقوم به كل الناس حتى صاحب الشركة يستشير مجل مصلحته حتى أقول حتى الرئيس العصابة يستشير عنده مجلس استشاري لقيام بهذه العملية من عدم جدوان فلا فضل في مجلس الاستشاري لا يوجد فضل هو المجلس الاستشاري يعني يستعيم به الحاكم أحياناً لإنجاح أوضاع الأمة وأحياناً لإنجاح أوضاعه يعني أحياناً يستخدم المجلس الاستشاري من أجل عمل شيء للأمة وأحياناً من أجل عمل شيء للحاكم أحياناً ضد الأمة صحيح كما يفعل المجلس الاستشاري عنده مجلس استشاري كيف يقمع الشعب يستعيم بهم على الناس يستعيم بهم على الناس وهذا شيء طبيعي مادام هؤلاء لم يختاروا من قبل الناس فهذا شيء طبيعي أنهم لن تكون لهم كلمة نافذة ويستفاد من آرائهم إذا كان الحاكم خيرا فيستفيد من آرائهم في الخير وإذا كان شريرا يستفيد من آرائهم في حياكة المقالب والمشاكل والأفخاخ للآخر يقمع الشعب ويضطهده